السلام عليكم اليوم جيتكم بوصفة في هذا رمضان وصفة سهلة خفيفة وتجي مفرمجة ما شاء الله شاركت معكم اليوم هاد القادة وصفة تعقادس بزاف سهل اقتصادي ويجي روعة مفرمج مشخشخ شا نقول لكم ويجي ما شاء الله كنت شوفوا معي الفيديو راهي تحكي وحده شوفوا قسم سمعاكم هنا قطعة بشتشوفوا ويجي ما شاء الله ركوا عارفين مع هذا رمضان راني نحاوسو الغيس والخفاف هاك نديروهم هذا خفيف واقتصادي ويجي ابنين كيما قلت لكم روحوا نشوفوا المقادير تاع الوصفة تاعنا هنا في مقلة حكمت شوية تعبصل قلتها ستعلي شوية تعال بولي آشي كمية صغيرة كتعندها شوية درتها ربي تعاليهم سكرفش تعاليهم حبة تعالتهم ونخلطوه نقلو هادك الجاج مع هادك البصل جيدا حتى يتقلو كاملين من بعدا نبدو نزيدو فلاف توابل زد توابل الشوارمة زد سكنجبير آآ او لا السنجابيل تعاليهم آآ شوية تعال تعرس الحانود شوية كمون شوية آآ شوية كركم وخلطوهم وشو مع الملح آآ طبعا كما تكونوا عارفين نمو والملح راهي بينو زد شوية تعالي الملح وخلطوهم خليتهم بعد ما تقلو آآ نحيت هذيك الجاج وهذاك وهذاك البصل اللي قلناهم في نفس المقلة روحت حكمت السلق اللي كنت آآ غسلته وقطعته دبلته بشوية تعال زيد شوية تعال الملح ما ضفت له ولو شوية زيد شوية ملح وهنا يكت قلية البطاطم قطعتها دوائر وقليتها وحطيت في تعالقاته هنا كنت حاسبتها رهي تصور وهي ما كاش تصور ما كدرت شوية تعال بشامل الوصفة العادية اللي نعرفوها كاملين استعليها طبقة تعال البطاطم قلية اللي كنت قطعتها دوائر كيما كنت شوفو استعليها طبقة تعال تعال السلق مع الطبقة تعال هذيك الدجاج اللي قلناها بالبصل نعاود ونزيدو تبقى واحد اخرى نتاع البشامل نعاود ونكمل ونغطي وكامل هذك الخالط بالبطاطا اللي بقات لنا نستفوها كهذيك الدوائر تعال البطاطا نغطيو بيها كامل هذك الوجه تعالق غطت تعالو بهالطريقة بعد نضيفو لها كنكملو كامل هذك الكمية نضيفو لها السلق هذك شوية تاع السلق اللي بقال له من الفوق بهات الشكل كيما كنت لكم السلق منزت لهوال ودرت لها شوية تاع ملح مع مع شوية تاع سيت وقليتها في المقلة خليتها هي دبال هذي هي ترك نزيدو الطبقة اخيرا تاع البشامل ونزيدو عليهم الفرماج البشامل كديرة تاني فيها الداخل درت فيها شوية تاع الفرماج الفرماج هذك تاع البيدون درت فيها قسم غرف كبيرة باش تجي بنينة وتجي مشخش غام فرمجة تجي كيما سلصة الجبن تجي ما شاء الله وهنا تاني يزيدو شوية تاع الفرماج غابي وتشفو معايا نزيد شوية تاع الفرماج رابي ايون وندخلهم للفرن وندخلهم للفرن يتحمروا شوية برك من الفوق على على ميتين دراجة ولا ميت وتمانين دراجة لمدة عشر دقائق خمس دقائق حتى العشر دقائق وهذه هي النتيجة معنا النهائية راكو تشوفو جا ما شاء الله هي جي واحد لقاطة بنين 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 بززاف بنين وخفيف وساهل ذوك نقسم معاكم حبو نقسم معاكم عفو قطعو تشوفو معايا كيف الجامل داخل لي جي ما شاء الله جي في واحد البنة منعيا نقول لكم سيو جربو ونا متأكد راح تولو ما تستغنوش عليه بسكو يجي يهبل يجي ما شاء الله هذي هي قسمت معاكم قطعو اكتشوفو معايا يجي شخ شخ ركتشوفو معايا ذاك الفرماج راهي شهي وهذه هي الوصفة تعنا دركو وصلنا للنهاية تعالى فيديو ما بقى لي كلكم تهلولي في رواحتيكم وصحة فطوركم لكو تشوفو هاد الفيديو من بعد الفطور ولا قبل الفطور تهلولي في رواحتيكم على بخوشة ان شاء الله فيديو جديد